أهلاً وسهلاً بكل متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان معاكم في لقاء خاص الحقيقة إنه الإعلامية الموجودة معنا النهاردة تالي كلنا بنحبها مفيش بيت في مصر النهاردة ما بيعتبرهاش واحدة من العلاء الإعلامية الجميلة دعاء فاروق أهلاً بيك زيك يا عشام كله تمام الحمد لله أنا مبسوطة إننا في تليفزيون اليوم السابع بحبك جداً يعني إحنا مبسوطين جداً أنت معنا النهاردة بقالنا كتير نفسنا نعمل اللقاء ده شرفتين النهاردة يعني أنا عايز أبدأ من البداية بتالي مش كل ناس تعرف إنك بدأتي الأول بحاجة أصلاً غير الإعلام وحتى لما بدأتي إعلام بدأتي مش في البرامج الدينية بدأتي في برامج منوعات بدأتي في برامج فنية فكلميني عن المرحلة دي ما كنتش كنت بنوتة مش محجبة وأول حاجة في حياتي أعملها كان مهرجان الأغنية الدولي الخامس كان في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر وكانت الأرتي نقلاه وكنا في التدريب في مركز التدريب بناخد لسه الكورس وكده بتاع إزاي نشتغل يعني وقاموا دخلين في نص الكورس كده وقالونا إيه إحنا محتاجين موزيعات يقدموا على الهوى الحفلات مين هتروحوا بقى تقدموا نوالس ضغبي وأنغام ومحمد عبدو كل بقى العرب بقى لو احنا إيه أرتي وروحنا فعلا واشتغلنا ودي كانت أول حتى كانوا أهلي لسه ما اشتركوش في الإيه أرتي ما كناش لسه يا لسه بتدرب فحتى ملاحقوش يشوفوها انت كمان دخلتي بطريقة يمكن صدفة شوية الإيه أرتي مش صدفة أنا كنت عايزة أشتغل موزيعة وبعدين عايزة أوصل للناس بأي طريقة فجبت الدليل الدليل 140 بقى الله يمسيوم بالخير كنت فقالوا نمرت الإيه أرتي كام فادوني رقم فبتصل فطلعت مجالة سيداتي سيداتي دي كانت تبع راديو تليفزيون العربي يعني كانت تبع الشيخ صلاح كامل الله يرحمه ويحسن إليه فقلت لهم أنا عايزة الإيه أرتي قالولي لا ده احنا مجالة سيداتي سيداتي طب نمرت الإيه أرتي كام أمو ديني رقم أرضي اتصلت بالرقم الأرضي ردت علي واحدة قلت لها أنا أنت الإيه أرتي قالت لي آه قلت لها أنا عايزة أشتغل موزيعة آه احنا مش محتاجين دلوقتي قلت طب محتاجين إمتى قالت لي إيه بي هادي السيفي بتاعتك ولما نحتاج نبقى نكلمك قلت لها ماشي قعدت بقى نمت على المكالمة دي وخلاص ونسيت لغاية ما في مرة كنت لابسة ومتقيفة ولابسة حلو قلت طب مروح أودي السيفي بتاعتي لابسة الحتة اللي على الحبل طب مروح كده أودي السيفي بتاعتي رايحة أودي السيفي بتاعتي لقيت فيه جمتين واحدة قاعدين وشعور صفرة وشعور وبنات حلوين كتير وبنات إعلانات الدنيا يعني هذا العالم موزيعات أعرفهم في قناة التامنة وقناة الستة وقناة يعني نقشوش أعرفها فدخلت كده في وسطهم وبقدم للسكرتيرا السيفي بتاعتي قالت لي أيوة ده إيه قلت لها ده السيفي قالت لي سيفي لا ده إحنا ده تصفيات قلت لها هو أنت كنت مقدمة قبل كده قلت لها لأ يعني دي أول مرة تقدمي قلت لها آه ما عرفش ربنا حط فيها قعدت بص علي كده قالت لي طب ثانية واحدة كانت ممكن تطرقني من الأول وروح وخلاص ودخلت جوة فتحت الباب طلع واحد بص علي قال لها خليها طلع مين بقى الواحد ده ده بعد كده لما اشتغلت في الحياة خالد هجرس ده يعني إذاعي شهير جدا كان الصوت الرسمي للحياة فترة طويل هو الصوت الرسمي للحياة ودلوقتي الصوت الرسمي للنهار قال لي أنتي عارفة يا دعاء إن أنا بعد ما اشتغلت بثنين وبعد ما اتحجبت وكده قال لي أنتي عارفة أنني دخلت كليا قلت له أنت اللي فتحت الباب صح قال لي قلت ياه ودخلت كانت الأستاذة سامية صدب وخالد هجرس مع حفز الألقاب طبعا وأستاذ عبدالوهاب قتاية كان بيدرس لنا لغة عربية للموزيعين كنا نتدرب بجد يعني كان هنا مناخد كرسات بحق وحقيق دخلوا قالوا لي إقري حاجة كده يعني إقري حاجة سألوني في مكان معلومة كده وقالوا لي روحي روحت وقعدت بقى على الموضوع ده يعني مش سنين ثلاث شهور وبعدين زهي أنا كده قلت إيه هما ما كلمونيش ليه فقمت متصلة بالنمرة تاني قلت لها لو سمحتي وانا كنت مقدمة عندكم من ثلاث شهور وما حدش كلمني قالت لي اسمك إيه قلت لها اسمي دعاء فاروق آه انتي من الأسماء اللي نجحت قلت لها إيه ده طب حد يقولي ما كانش في موبايلات ساعتها ما عرفش ما كلمونيش أو المفروض إحنا اللي نتابع ما كانش فيه يعني دلوقتي الدنيا بقت سهلة والنسبة التتابع وبقى في فيديوهات وبقى في دنيا تانية طبعا ليه قالت لي تعالي بقى هاتي حكتك وقدمي حكتك وهاتي كذا وهاتي ورقك وهاتي شعر بسط جدا بقى واشتغلت وكملتي بقى مسيرة اي ار تي وبتالي كان في مجموعة يعني دلوقتي يوم من أهم كمان وجوب الإعلام العربي طبعا النهاردة كلميني عن الكواليس والصداقات في الفترة دي كمان احنا يعني مثلا انا دخلت كانت مثلا مونة الشازلي كانت دخلة قبل بسنة وانا دخلت على مونة كانت شغالة وعملنا مع بعض برنامج كده سواء انا وهي ومونة صديقة عزيزة وجميلة مفيش حد مش في الاي ار تي ما بقاش بره دلوقتي حاجة احنا بنسميها الجامعة دي الجامعة اللي ناس كتير قوي تخرجوا منها كريم كوجوك كان دفعتي مونة الشازلي انا طبعا مش خايف امسا حد طبعا دعاء عامر كمان دي قدمت مع بعض كتير برضو طبعا دعاء عامر احنا قدمنا مع بعض كتير انا دعاء عامر دي كإنهاني يعني الناس بتلخبط بنا انما اقصد اللي موجودين في الساحة مخرجين كتير معروفين ومخرجين سينما يعني كانوا بيخرجوا لنا البرامج لا كتير اسماء كتير قوي يعني طب يعني بعد كده قررتي بقى نتي تتحجبي بعد حوالي اربع سنين اشتغلت وزيع خطوة الحجاب وتحجبت بسرعة قوي ايه بقى صعب موقف قبلتي بعد ما قررتي نتي تتحجبي ولا اي حاجة مش حاجة حصلت ده رحبوا بينا ترحيب فضيع يعني احنا كنا محظوظين اننا بنشتغل مع الشيخ صالح كامل لانه الراجل كان عنده رؤية جبارة هو اول اصلا واحد عمل قنوات متخصصة اول واحد عمل اي حاجة في الاعلام بصراحة كانت ايه ار تي وم بي سي هما اللي كانوا بدقين فهو كان سابق دنيا يعني فلما تحجبنا الطبيعي بتاع الوقت ده ان التتحجب تقعد وما كانش بقى لس يعني دلوقتي بعد الثورة بقوا يطلعوا يعني انت خدت القرار قبل ما تتأكد انت هتكملي او لا بصراحة دعاء عامر كانت عشان ماخدش حاجة كريدت لنفسي حرام ماخدوش لنفسي دعاء هي اللي تحجبت الاول قبلية بتسعة شهور واخدت القرار قبل ما تتأكد او لا انما هي كانت اشتغلت انا اتحجبت بعدها فلما اتحجبت بعدها كنت باشتغل برامج منوعات فقعدوني خلص وعادي فبعدت للشيخ صالح كامل قلت خلص انا يعني انا دلوقتي اتحجبت وكده انقلوني بقى اقرأ بما ان انا اتحجبت فقال هو بقى كان سابق عصره قال ليه انقلك اقرأ ليه هو انا معامل قنوات للبسين وقنوات اللي مش لبسين اللي اشتغلي في القناة اللي انت فيها وقدمي البرامج اللي بتقدميها بشكل كده بحجابك كنت يعني اول حد تقدم برامج منوعات منوعات اللي هو فنانين يجولي واستضيف فنانين بالحجاب وكان الناس الاول بتتخض يعني تدخل فنانة او النجم يتخض الاول مين هيقدم مين كان بيتخض مين حصل موقف كده معايا مفيش موقف كلهم كانوا لطاف جدا يعني مثلا مادام بوسي نور الشريف مادام بوسي نور الشريف انا احنا بنسميها طبعا بوسي نور الشريف مين اللي هيقدم؟ قلتلها انا بصتلي كده انت جميلة قوي اه الله طب والله من المحجبات جمالة كتلذيذة يعني كلمتين كده اه لا يعني مثلا مرة دخلت مهرجان من المهرجانات دلوقتي دلوقتي المرسلين محجبات والمهرجانات خلاص خلاص الموضوع بقى فيه تقبل قبل كده مكانش فيه تقبل مرة كنت مستضيفة الله يرحمه يحسن اليه محمود الجندي فنان الكبير محمود الجندي فهو لبس جلبية كان بيطلع في البرامج بجلبية وأنا محجبة وعمين لقاء فني وبنتكلم على الفن وكده فحد اتصل بينا قال لنا هو ايه اللي انا شايفه ده احنا بنتققر ولا بنتقدم ايه اللي في التلفزيون الغريب ده ايه اللي حضرتك لابسه ده ايه اللي انت لابسه ده ايه انت لابس جلبية هو احنا راجعين للعصور الوسطى هو احنا مش عارفة ايه ايه فانا انا بقى احماقية طول عمري وكده قلتلو يعني حياتك ممكن تتقبل ايه ايه ناس خرمة وشها تمنمية خرم ورسمة على مش عارفة زمان بقى ما كانش فيه دهي يعني ما تتقبلوا عادي وناس لابسة لبس فل نظيف شيك بيتكلموا عادي زي ما انت بتتكلم بظلط مش قادر تتقبلوا قام بقى السيل من المكالمات بعد المكالمة دي بالذات انا فاكرة انه جاتلي مكالمة من حد اسمه رفاقيل عايش في استراليا ما تتدايقوش انت اخواتنا وحبايبنا وانا المنظر ده انا بحبه بيفكرني بمصر وبيفكرني فاتطمنت يعني حسيت انه لأ انت بتكلم ناس عاديين يعني فكرة انه التقبل دي كانت في الاول صعبة وبعد كده خلاص الناس تعاملت وتقبلت عادي امت بقى جات النقلة للبرامج الدينية انا بقى فضلت اشتغل في البرامج المنوعات بس كان نفسي اعمل انا بحب السكة الاجتماعي يعني حسيت ان انا هلاقي نفسي فيها اكتر انه انا اتكلم في الاسرة والبيت والحياة كنت باشتغل ده وده فكانوا مثلا يجوا يجبوني في رمضان اقدم مثلا خيمة بتاعي في رمضان في اقرأ وارجع تاني اعمل كده ففي مرة لضمت قلت بما تعملي معانا برنامج اجتماعي فعملت برنامج اجتماعي نجح كنت ساعتها ما كانش فيه لسوشال ميديا ولا فيه اي حاجة كنت يعني لما عادي يقولك انا شفتك يعني فيش اي اثبات غير كده هو شافك في الحلقة بتاعتك في وقتك او في معادة الاعادة اللي هو الفجر يعني ما فيش بقى ما شفكيش على الموبايل فتعرف ان فلما الموضوع كتر الناس برنامجك حلو برنامجك حلو فقدرت تعرف ان قدرت اعرف ان انا ماشي على التراك الصحة وان الناس عجبها النوعية دي من البرامج كملت انا بقى يعني انا ده كان اختياري ان انا على فكرة احنا كنا في اقرأ بس عشان دي مفاجئة ولا مرة في اقرأ قدمت برنامج دين فعلا في اقرأ نفسها ولا مرة برامج اللي قدمتها في اقرأ الشباب عايز يتجوز المتزوجون بيت العز كلها برامج اجتماعي كانوا شايفين انه البنات انا كنت لسه ازغنططة او بداية الجواز يعني خلص هم موجودين يقدموا يلطفوا قناة اقرأ وفيه الشيوخ هم اللي قدموا برامج الدينية يعني فيه علماء يقدموا البرامج الدينية والبنوتا او كده تقدم البرامج الايه الاجتماعية طيب الناعلة بقى من اقرأ لبعض تده الحياة والحياة كانت البرامج فيها مش اجتماعية كانت دينية ايوه بقى ما هوي دي بقى اقولهم انا كنت في اقرأ مابعمش برامج دينية فكرة انه ايه متأقعتي سنين طويلة كمان في الحياة ثمان سنين ثمان سنين يوميا على الحواء. والحمد لله القماشة اللي كانت قماشة قد كده. انتي مشيخ. بس. طب يا كماعة عارف امزل الشارع وبعرف اعمل حاجات. لا. على فكرة. الحمد لله. أنا ساعتها كنت بقدم الدين والحياة. كان يعني كانوا ساعتها يعني ما كانوا يعملوا مثلا ريسورتش وكده. فيطلعوا الطاب. الطاب مثلا طاب فايف. البراو. تلاقي الدين والحياة فيها. تلاقي مثلا. انا بقول الكلام ده. وكلام ده موثق بريسورتش وكده. تلاقي مثلا رامز. وستاذ عد الإمام. المسلسلات يعني. وتلاقي الدين والحياة. في وسط مثلا الاي. الاي اكتر مشاهدة. الحمد لله وشكر الله. فاحنا قدرنا. الحمد لله. وده كما انه ريتنج في رمضان بس. يعني ده غير طبعا الدين والحياة طول السنة. طول السنة. الحمد لله. ليه بقى انا كنت التناول. الدين مش منفصل عن الدنيا. وهي البرنامج اسمه الدين والحياة. الدين والحياة. فانا ما قدمتش اللي هو برنامج فتاوى صرف. ما رأي فضلتك فيه كذا. وخلاص. ونقولك. لأ. انا بقيت بقوا يقولولي. دعاء. احنا حسين. بس انا كنت قابل الدين والحياة قدمت برنامج سنتين اسمه كلام من القلب. انا بحس. اقولك انا بحس بايه. انا بحس ان انتي بتتوحدي مع المتصل اللي بيتصل بك. اه. بتعيشي مشكلته. وتنقليها للشيخ. وممكن تجدلي الشيخ. يعني ممكن. هي الفكرة بس عشان الناس. الحتة دي طبعا شائكة. والناس بتتدايق مني فيها. انه انت بتقول وانت بتقدمني في المقدمة ما فيش حد ماش بيحبها. لا طبعا في كتير مش بيحبون كتير. في كتير بيتدايقوا من ان انا عودة جادل. هم عايزيني ااخد الفتوى واسكن. وانا مش بعرف اشتغل كده. وبقول دايما ان انا مؤتمنة على المكان اللي انا فيه ده. وانه ربنا وصلني للمكان اللي انا فيه ده. علشان اسأل. مش علشان اخد المعلومة واسكن. وبالذات انه بالخبرة الطويلة. وبالشغل سنين. وبمعرفة قراءة. من اول مثلا فضلت الشيخ عطي يا سقر الله يرحمه. شيخ فرحات المونجي. اسماء كبيرة. مرورا بقى بفضلت الشيخ خليد الجندي. فضلت الشيخ رمضان عبد المعز. فضلت الشيخ أشرف. كل الاسماء الكبيرة المحترمة المهمة. يعني. وكل دار الافتاء. كلهم على رأسنا من فوق. فعرفت انه في حاجة اسماء اختلاف. وعرفت انه مفيش حاجة اسماء رأي واحد. فما ينفعش بقاعدة. ففي حد يقوم. اي الرأي فقط. يعني. اللي هو مقتنع بيه. بس. لأ حيك فيه كذا رأي طيب. ممكن. ممكن نفردهم. فبتيجي الاختلاف من هنا. انتي. فالناس بتدي. مرة كنتي عطياتي على الهوى. لأ عيات كتير. مرة. لأ. وانتي بتحاولي تشرحي للشيخ موقفك. من فكرة الميكب والستات والموضوع ده. تبصي طبعا ايه. انا اتحجمت جدا. اتحجمت جدا. وناس كتير قالوا لي انتي. احنا تتكلمي بالسن. هو أنا يعني أنا 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 بتكلم بالساني الستات وبالساني الناس وبعدين أنا بسأل في حاجة واقع بنعيش وعايشينه قادلوقتي ست عايزة بقى شكل كويس وتأثرت جدا من الفكرة دي إنه أنا يعني أنا عشان أنا يبقى شكل كويس بدوابط يعني يترمونا بكل ما هو باطل في الدنيا يعني فالشيخ طبعا محترم جدا إنه قال لي مين قال كده مين قال كده أو تدخلونا النار أو كذا ليه بس مين قال كده مين قال طوله ما هو يعني فالفكرة إنه يعني إذا حطينا يعني خلاص إذا البست لون خلاص إذا معرفش أنا طول عمري فكرة إنه إحنا نحصر دلوقتي حصر موضوع بقى لابسة إيه بس بيرا أنا عايزة أسألك في النقطة دي برضو على أكتر اتصال جالك وأنتي بتستقبلي كل يوم عشرات لاتصالات على الهوى أنا عملت كتاب من الاتصالات يعني أنا حكيت قصص وكنت مسميها وش كسوف من الاتصالات وكانت قصص جريئة من الاتصالات في برنامج ديني إيه بقى أكتر قصة قصة أسرت فيك؟ لا كتير يعني كتير أنا ما بقول لك أنا وصلت المرحلة من السن بيتش أتصدم بحاجة إيه ما يقول لك إحنا تصدمنا لا تصدمنا حاجاتها جريبة عادية خلصة أبي يغرب الاتصال جالك يعني أنا مثلا فيه الاتصال كان لسه من سنة بتاع ست اللي سحرت لجوزها ده معروف قوي وكان ترند فترة طويلة لأن أنا بقوا يقول لك لا ده مستحالة ده يكون طبيعي لأنه ده ملفق فقلت لهم أنا لو السيناريو بتاعي لو مؤلفة مش هارف أوصل المرحلة دي قالتلي أنا جبت جوزي بالسحر وبعدين السحر اتفك فروحت للشيخ عشان أجدد السحر فقال لي لا ده قفل لوحده معرفش أجدده يعني ست بتتكلم فبقيت الناس حتى تتعلق هي باقة وأنت بتجددي الباقة كده فدي مثلا المكالمة لمكالمات لا فيه مكالمات صعبة كتير جاتلي كتير وفاكريها وفاكري أن أنا عملت يعني المكالمات عن الخيانات الزوجية كتت كتير المكالمات عن للأسف للأسف الشديد يعني عن زنا المحارم هل في مرة تريتي تقطعي مكالمة؟ يعني بنقطع لو حاجة لو حد تطاول أو حد قال كلمة معيب أو كده طبعا لازم تقطع يعني كلمة فيها إساءة مثلا لحد أو حاجة بنقطع إنما طول الوقت طول ما الناس بتحكي يعني عن عن حياتها أو عن كده لا ما بنقطعش إيه الموضوع اللي صعبت نقشيه في برنامجة؟ ما عنديش حاجة ما هو صعبة نقشها أنا أول واحدة وهي صاحبتي أول واحدة في التلفزيونات العربية كلها طلعت هبا وضبا دكتورة هبا وضبا حبيبتي ما كانش فيها يعني دي كانت أول مرة في حياتها تطلع في التلفزيون كنا في قناة إقرأ وقلت لهم فيها جماعة طبيبة بتتكلم في الطب الجنسي وعندها خلفية دينية محترمة خلونا نعمل حلقة عن الموضوع ده وكننا على الهوى وكانت حلقة في قناة إقرأ وطبعا كانوا مرعوبين يعني من كده وبعد كده بقى هي انطلقت بسم الله ما شاء الله فكنت تقعد إيه أنكشها أقول لها إيه أنا الأصل تقولي طبعا يا جميل أنت ألاقيها مثلا في فيوتشر ألاقيها في أم بي سي ألاقيها في كده ألاقيها في كده أصحنا الأصل برضو فتضحك معي وبتاع فما عنديش حاجة ما عنديش تابوهات ولا عندي حاجة لأنه في الآخر أنت عندك المظلة بتاعت الدين الإسلامي أنت تتكلم في كل حاجة ده ده إحنا عندنا لا حياة في الدين أنت تتكلم في كل حاجة وتسأل في أي حاجة وعندك فتوى لكل شيء يعني عندك فتوى في كل شيء وأي شيء فتسأل عادي جدا وتتكلم في أي حاجة أنا عايز أجي من النقطة دي للسوشل ميديا بقى وإنتي برضو بتتكلمي على كل حاجة على السوشل ميديا ناس كتير بتقول ممكن دعاءة فروض تكون مهوسة بالسوشل ميديا عندك هوس بالسوشال ميليا. لا 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 هي مش حكاية هوس. انت فيه ادوات للوصول للناس. ما تبقاش يعني. بس ما شاء الله الله هو اكبر يعني لايف كل يوم. مش كل يوم قوي. مش كل يوم. كل ويك اند فيه معارض فيه زيارات. ده شغل. لا ده شغل. دي حاجة ودي حاجة. هو ده مش هوس. هو ده ادوات للوصول للناس. اللي مش هيعرف يوصل للناس بأدوات المتاحة حاليا يبقى هو مش متعلم اعلام. واحنا تعلمنا اعلام صح. مش شرط. على فكرة فيه ايام ممكن ما بقاش مطلعش فيها بس تبقى فيه حاجات متسجلة فانزلها. انت برضو فيه حاجة. انت بتطلعي من اي مكان. اه. اي مكان تطلعي منه. اه. بتطلع. بقولك ادوات. فيه ادوات اتعاملت. علشان توصل للناس بمنتهى السهولة. احنا طبعا انت كان لازم عشان تطلع تروح ستوديوهات ونزبط الكاميرات والاضاءة. دلوقتي الموبايل. طبعا بقتي علي. اوقات كتير قوي على كل الفيديوهات اللي بتحطيها على السوشيال ميديا. وكمان عرفت منك ان اوقات كتير بيجي لك طلبات كتير. والموضوع ده بقى غريب بالنسبة لك. لا انا مرة طلعت وقلت انه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني طبعا هم الناس قالوا ومالوا. جبور يبقى. لا فيه حاجات جبر الخواطر والحاجات دي دي حاجات ما تطلعش اقولها ولا اقول ان انا بعملها ولا كده. انا بتكلم على الطلبات اللي ممكن انا عايز اترقى في شغلي. انا عايز. يعني حد كلمك قال لك انا عايز اترقى في شغلي. اه قالت لي كلمي المدير عشان يرقيني. انا طبعا ما فهمتش الكلمة يعني قلتها طبعا انا بفترنتي كلمت المدير وكسفني. قال لي انتش فهمك انتي في شغلنا. قالت لي ده مش هيكسفك هو بيحب المشاهير. فأنا ما فهمتش قلتها. قلتها طبعا انا معلش انا اسفه اللهي انا باعتذر مش هقدر اعمل كده. ان دي حاجة مش تخصوصي ما قدرش اقول لحد في مهندسة عندك رقيها. قالت لي طبعا اش ف كده يعني حاجات انا انا طلعت قلت يعني لا يكلف الله نفسا انا ست بطلع في برامج دينية اي حد في الدنيا عايز فتوى بوصله على طول بالشيخ وبقول له او مثلا تبعت لي رسالة اسألي لي الشيخ كذا اقول لا حاضر هارد عليك بابعتها للشيخ وبارد عليها يعني عمري ما بارد. بس فيه لو حاجة مشوفتها مش هعرف هارد عليك. فيه شيوخ زعلوا منك بسبب ان انتي احنا اتكلمنا طبعا في موضوع الجدل والكلام ده. فيه شيوخ زعلوا منك او رفضوا يطلعوا معك وتاني. الحمد لله شك لله. لسه بقول الناس بابتعو التعلق انا مش هانا بيطلعوا معاها ليه دي. قلت لهم مش هارد يعني اسألوه. هل انا مثلا مسك على حد زلة او حان كتبه شيكات مثلا فيه كمبيلات معايا فهو بيضطر يرجع يطلع معايا عشان انا مكتبه كمبيلات. خالص الناس تحترمي. انا ست بحترم كل شيوخ ليطلعوا معايا. هم بيحترموا عقلي جدا جدا. من نعم ربنا علي انه يعني كل الشيوخ الكبار الثقات طلعوا معايا في برنامج. وكلهم يعني الحمد لله والشكر لله. يعني اسنوا علي والغاية دلوقتي اسمع كلام منهم زي الفل بصراحة. بنبسط جدا لما قابل اي حد في اي موقف فيقول لي والله يا مدام دعاك اتأحلى حلقات. والله ولا يوم من ايامك. يعني بنبسط جدا جدا من الكلام ده. فولا شيخ ولا شيخ. حتى اللي حصل بنا اي نقاش او جدال او كده. زائل مثلا وقال لك انا همش اي شي او كده. ابدا. هو بيحترم جدا يعني السشيوخ. هم فاهمين. هم فاهمين انه انا امثل رأي هو مهم انه يرد عليه. هو انا مش بقاوح. انا بقاوح في ايه حضرتك. انا بتكلم في حاجات في دنيتنا. وبوصل لك بس رأي. مش انه مجرد ما نقول رأي فنقول خلاص وننقل على السؤال اللي بعده. بنفتح بنفتح. وفي الاخر المشاهد هو خر. عايز تاخدي الرأي الاولان يخديه. بس انا اتحتلك انه فيه رأي تاني وتالس. و لا ما تقوحيش لا. فطبعا انا لما طلعت مرة يعني ربنا سبحانه وتعالى فيه سورة اسمها سورة المجادلة. انه سيدة كان بتشتكي الرسول عليه الصلاة والسلام من زوجها. وبعد كده سبحانه وتعالى نزل لها يعني الاية القرآنية دي. وراجع النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونزل لها حكم مخصوص. دي كان بتجادر النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وربنا سبحانه سبحانه وتعالى استجاب يا جماعة. احنا بنجادل على راسنا من فوق الشيوخ. بس انا ده مكاني ان انا مش جدال. اسئلة سؤال وجواب سؤال وجواب. بمناسبة الكتب وانت تكلمتي عن كتاب وش كسوف. كمان في كتاب تاني ناس استغربت اسمه شوية اسمه في رساء الشغالة. ده اول حاجة عملتها. ده اول حاجة عملتها وكنت لسه يعني بكتب. ساعتا كتبت في رساء الشغالة كان مجموعة تجميعات من المقالات على من بعد. انا كتبت ساعتها في مجلة كان اسمها حجاب فاشن. وكانت مجلة كلها لبس. بس كنت واخد اخر صفحة. فكان اخر صفحة دي كانت كوميدي. وكنت بتكلم عن الستات وازدي. فكان الستات بيروح يقولي احنا بنروح نشتري مجلة عشان نقرأ المقالة دمها خفيف جدا وكده. فبتوع حجاب فاشن يعني اللي كان بيصدر المجلة ان يعملي لنا كتاب بقى ونحط المقالات الدمها خفيف دي وكده. فبيكلمني بيقولي دعاء يلا خلصي عايز دعاء الكتاب. وقلت له كتاب ايدي الوقتي. ده الشغالة سباتني الشغالة سباتني ولط بقى قد كده. ده انا هكتب لك رسائل الشغالة يا اخي. هكتب لك قصيدة في رسائل الشغالة. قعد يضحك قالت صداي فعلا حلوة. قد قد قال لي اكتبيني قصيدة في رسائل الشغالة. كتبت حاجة كده ونزلت كتابة. انتي برضو عندك خبرات مع الشغالات يعني مع الشغالات ممكن ما تبقاش برضو قد كده في شغالة سرقتك مرة. اه طبعا. ديالي حصل لا ده كثير ده أنا كان عندي شغالة بقول لهم أنا كنت بشي بتشكيل عصابي يا خبر أروح للناس أتنسرقهم الناس تجي عندي تسرقهم يعني الناس تزورني يتسرقوا في ميتي أروح أزور الناس نسرقهم إزاي؟ ونمشي كنت صغيرة كده وكتشايلة بنتي وأنا كنت حامل في ابني فالليهم مش قادر استغناء عنها مش قادرة أشيل بنتي كده وأنا حامل قد كده وكتب تروح تسرق الناس طب اكتشافتي إزاي؟ واحدة بقى زورتها قالت لي قالت لي هي بقى كنت بتسرق دي كنت بتسرق أدور على الحاجة مش لقيها تقول لي فتشيني وأنا مش قادرة أثبت عليها فهتجنن مش عارفة أعمل إيه لدرجة إنه إيه بقولوني أنا هكتب في درجة المنزل غير مسؤولة عن ضياع متعلقاتكم فكت مرة بنتي خالي جات تغدت معي وحط قول لبسة الشنطة وهي قاعدة بتاكل لبسة الشنطة في كتفاء وهي قاعدة بتاكل على الصفرة عشان فلانة دي ما تسرقناش وبعد كده طبعا ما استحملتش حرمية ومشتها وبعد كده برضو واحدة تانية سرقتني وسرقت الدهق يعني ماشي بعد كده ربنا الحمد لله رزقني بقى بناس محترمين بقى لهم معي عشر سنين زي الفل أمنا وربنا يبارك لي فيها الحمد لله الحمد لله الحمد لله بس تعبت على ما وصلت الموضوع ده خلينا برضو نتكلم عن الولاد انتي عندك بنت وولادين بتتعاملي معهم ازاي بقى نحس ان انتي وصل لهم كويس يعني من الفيديوهات على السوشال ميديا والله مش قوي يعشان برضو ايه يعني احنا طبعا انا ام تقليدية جدا يعني انا مش ام يعني مفيش صفر مثلا للولاد مع المدرسة لا بس صفرهم انا ام تقليدية بس عبيطة يعني تحب اقولك يعني لان انا ان انا يعني تحكوا علي عادي خالص بس يعني مصاحباهم بس في نفس الوقت جديدة يعني مش اللي هو نتصاحب وممكن يقولولي اي كلمة كده وتعدي لا متعديش انا مش متربية عليك انا متربية عنو الام دي لها احترامها وهبتها امي معلمانا كده لغاية دلوقتي احنا بنخاف من ماما يعني من مامتي بنخاف منها يعني بنحبها ويحنا اينا جدا بس نخاف نزعلها مش هتضربنا يعني مش هتعملنا حاجة بس انا بقيت ستة جبيرة دلوقتي بس اخاف زعلها فانا دي انا لاحظت ان هي مش موجودة انا الام هتبتصب بها تعيطلي ابني شتامني ابني زقني ابني بدا مراته علي ابني 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 انا بسمع بلاوي فانا طول الوقت اقول لها ليه انت ضعيفة ليه مع ابنك ليه يعني ليه فانا انا ولادي هم دايما نقول كده انا جديدة وحنينة اوي الاتنين دول مع بعض الحنية اوي اوي وهم عارفين ان انا حنينة ازعق واعمل ولقع وكذا بس انا حنينة جدا فهم عارفين انه برضو دي السدر الحنين بتاعنا دي الحنينة دي اللي حتى لو زعقت وكده في الاخر يعني مش موضوع ايه اكتر حاجة بتستفزك في الجيل الصغير انه هما يقولوني انتي اش فاهمك انتي او لا مين يا مين يا حبيبتي حبيبتي انا موزيعة على فكرة وباشتغل بقالي 23 او 24 سنة ومثقفة وفاهمة انتي بتقوليني اش فاهمك انتي فالكلمة دي بتستفزني لا 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 مش هتفهمي مش هتفهمي يا جماعة حد يبضى عليهم عشانه او انا يعني سريعة الاستفزاء مش هتفهمي او محمد والنبي عملي هاتي اقول لا اعرفني هعملها ازاق مش هتفهمي ليه مش هفهم جاه لانا مثلا بتقولي يا ابني انا عشان كده انا حبيت بقى up to date صحيح مش عارفين نلحقهم طبعا هما بيجروا انا فاكر مره محمد ابنك قلدك على السوشال ميديا وانتي عاملة بقى في البيت معهم ايه انتي متعصبة شوية انا احنا امهات المصريات عادي انا ام عادية جدا طبعا بتعصب مش انا انت حكيتلي اول ما دخلت قلتلي على الفيديو بتاع المذاكرة بالضبط وان انا مش عارفة بتعصب في المذاكرة وساعتها لما حكيت الموضوه ده مكانش وير كان جديد كل الامهات تقولي ايه انتي بتحكي عني بالضبط والسنة دي شوف الفيديو ده مثلا من 2012 2012 ده من كم سنة من عشر سنين شوف ما ده عشر سنين اني لسا مقبلاني واحدة كويتية هنا في مول العرب وقفت لي انا مكنت بقى ما بعرفك واحنا بتعرف الكويت لي هم لهجة معينة يعني انا كويتية وشعرف ايه انا حبيتت من الفيديو مذاكرة للاطفال احنا بالضبط قلت لها يا ده طلع الامهات كده احنا كنت فاكرة ان ام المصرية بس اللي بتتعصب قالت لي كلنا فخلص انت بتلمس الناس بحاجة عادية يعني حاجة بتحصل فانا طول اللي بحكي على الولاد ايه طبعا بتعصب عليهم يعني زي اي ام عادي ما عنديش حاجة اللي هي زيادة ودائما نطلع في البرامج يعني اما الدكتور يقولي لا انتي بقى فاهمة بقى اقوله ايه فاهمة بس ما بعملش باللي لحضرتك بتقوله انا عادي يعني بنتعصب وبنقلع ما تقولي لوش كلمة دايق بقول طبعا وبس هم بيخفروا لي ده لان انا طيبة انتي طيبة جدا اخر حاجة خالص هنلعب معاك لعبة سريعة هتردي بكلمة واحدة اوكي نبدأ نبدأ طيب صفة بتقريها في نفسك العصبية صفة بتحبيها في نفسك الطيبة ايه اكتر اكلة بتعمليها بقى لي كتير ما بتطبخش يعني عندي عندي حبيبتي ربنا يخلي هاي رباب بتطبخ يوميا خلص هي بس انا بعمل كل الاكل حجو انا شطرة جدا في الاكل بس انا علمتها مين اول حد لو شفتيه على الشاشة تقفلي التليفزيون مقدرش اقول بس في ناس كتير بس مقدرش لا يمكن اقول يعني ورست ايه عن والدك خفة الدم نفسك ولادك يوريس وقوة عنك انك تهد انت مقتهدة بدا ايه اكتر حاجة بتخوفك المرض والعجز لو ما كنتيش مزيعة كان نفسك تشتغلي ايه بالصحافة يعني حاجة في نفس المجال بتاعنا اه اكتر حاجة تقلقك انه حد ما اردش عاليا فى التليففون دم سوا صودة ممكن اياه يعني لو كلمتي امي مثلا وما ردتش هاوصل لها يعني لما كانوا في قوتيل مرة واخواتي قاعدين تحت وياها في القوضة نايمة يولي دعاء نايمة قولهم لأ ما بتردش على التليفون طب نايمة فقمت مكلمة الريسيبشن بتاعي القوتيل طلعوا خبطوا على القوضة فوق صحوها اتطمنوا عليها فأنا بقلق لو حد ما ردش علي في التليفون مرة التانية أقلق هبتدي أتوتر وأقلق طيب مين أغلى حد في حياتك بص جوزي وأمي واخواتي وولادي دول مفيش حد واحد دول الدايرة الأغلى والأقرب لي ولادي لخبطهم بقى هاد ده قبل ده أمي طبعا يعني دي نمرة واحد وعراس والوحدها بس ما قدرش مثلا نقول إيه إنه ولادي يعني في أسمع مثلا واحدة تقول إيه ولادي أهم حاجة أختي أنا مثلا أمي وأخواتي وجوزي وولادي كلهم في غلوة بعض بحب كله مع بعض في نفس الوقت يعني ما قدرش إلا بنتقول إيه لو قلتلي مش عارفة إيه لا يا رب أحفظهم جميعا يعني إيه أكتر قونية تسمعيها الأيام دي هم العيل بيستسابوني أتهنى على أغاني إيه الغزالة ريئة كلنا بنسمعها كلنا بنسمعها طيب إيه أكتر فيلم بتحبيه كل الأفلام لبيض ويسويت أحبها جدا وقد أتحايل عبد الله دي أقول لهم قال لهم ده إسماعيل ياسين طب طب ده فؤيد المهندس أحب الأفلام أبيض ويسويت جدا أحبها قوي يعني إحنا بنشكرك جدا نورتين على تليفزيون اليوم السابع الإعلامية الجميلة دعاء فاروق شكرا ليكي وحقي مبسوط جدا باللقاء أنا كمان مبسوطة جدا وسعيدة باليوم السابع وبكل زمالي الإعلاميين الجداد الجمال دول في يوم السابع ربنا يوفقك شكرا للإعلامية دعاء فاروق وشكرا بالتأكيد لكل اللي تابعونا على تليفزيون اليوم السابع واستنونا بالتأكيد في لقاءات أكتر دايما على تليفزيون اليوم السابع شكرا لكم إلى اللقاء